يعني حضرتكم عم تطلقوا حملات متواصلة لتشجيع الأشخاص على أخذ المطعوم الخاص بCOVID-19 طبعاً هاي الحملة موجهة لطلاب المدارس فتحكي لنا عنها لو سمحت شوي صغيرة بداية هذه الحملة كيف انطلقت؟ هي الحملة هاي دي صار لها مدة يعني مش أول مرة بتبلش بلشت بحزران من السن الماضي وبعدها عم بتكمل لها هلأ بس هلأ طلعنا بموجة جديدة من لا تتردد بالمطعوم احمي حالك وحميمهم والتركيز عندنا هلأ هو للأهالي للفئة العمرية من 12 ل 17 سنة نعم 100% طب ستي بما أنه الحملة يعني متواصلة الإطلاق أو إعادة الإطلاق هل عم بتوجه لفئة مثلاً معينة حالياً أو عم بتتغير قنوات مثلاً التوجيهة أو الاتصال؟ لا الحقيقة نحن عم نستعمل نفس الفئة اللي عم نستهدفها مختلفة نعم يعني كل مرة منركز على فئة مختلفة أول شي بلشنا بالفوق العمرهم 45 سنة نعم بس هلأ لأنه في التوجيه الجديد هو أنه نركز على الأهالي ونركز على الطلاب الرجعين على المدارس بقى نحن منغير يعني طريقة التواصل والرسائل اللي منطلع فيها حسب الفئة العمرية اللي عم نستهدفها نعم وحالياً الفئة المستهدفة هي طلاب المدارس من 12 ل 17 تحديداً ليش هاي الفئة تحديداً؟ وكيف عم بتحاولوا إنكم مثلاً توصلوا للأهل أكثر لحتى توصل الفكرة ويزداد الوعي؟ هو الحقيقة التركيز على الأهل لأنه الأهل لازم يوافقوا لحتى نقدر نوصل أهمية المطعوم إنه ياخدوا المطعوم للفئة العمرية الـ 12 لـ 17 نحن اتطلعنا إنه الأسبوع الماضي معظم الطلاب رجعوا على المدارس ورجعوا للتعليم الوجاهي نعم بقى نحن ما بدنا نروح هذه الفرصة إنه نذكر الأهالي بأهمية إنه المطعوم وجرعتين من المطعوم مش بس الجرعة الأولى بس جرعتين من المطعوم لا يحموا أولادهم يحموا نفسهم وإنه ما يصير هالأدة يعني سبريد إنه المرض يتفشى بطريقة قوية بقى فكرنا إنه بناخد هيد الفرصة ونطلع فيها ونتوجه للأهالي بشكل خاص لأنه الأهالي هن لازم يوافقوا للحصول على المطعوم للفئة العمرية اللي هي مثل ما قلنا من 12 لـ 17 نعم الله يعطيكم ألف عافية طبيعة التعاون مع وزارة الصحة يعني USAID ووزارة الصحة كيف عم بصير التعاون كيف عم بتم قليني أحكي دمج الجهود هو هايدي يعني الحملة هي تنفزت وتصممت عن طريق وزارة الصحة هلأ التمويل اللي إلا هي من دعم سخي من الشعب الأمريكي عن طريق المشروع تبعنا نحن المشروع تبعنا هو مشروع التغذية والصحة المجتمعية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نعم بس الحلو بهذه الحملة إنه نحن صحيح اشتغلنا مع الوزارة الصحة والدعم لـ USAID بس كمان اشتغلنا مع عدة شركاء موجودين على الأرض وكمان بحب إذكر وزارة التربية والتعليم اللي كانت كتير متعاونة معنا أخذت كتير من الرسائل اللي نحن حضرناها ومشوا فيها وحطوها على المنصات والصفحات الرئاسية تبعهم ووصلوها للأهالي والطلاب نعم ستة حكيتي شكل الرسائل عم بيختلف شكل التواصل عم بيختلف بحسب الفئة المستهدفة نحن عم نستهدف الأهالي بشكل خاص في هاي المرحلة لحتى أنهم يتشجعونهم يطعموا أطفالهم نعم فكيف طريقة التواصل عم بتكون وكيف ردة الفعل اللي عم تلمسوها مثلا من أرض الواقع هو الحقيقة بهذه الحاملة كانت كتير بالنسبة لنا أنه لازم عندنا فئتين تقريبا أنه عندك الأهل وعندك الفئة العمرية نفسها اللي هي من 12 إلى 17 بقى جربنا نطلع بطريقة نتعامل نطلع برسائل نتواصل بطريقة غير تقليدية جربنا نطلع بطرق شوي ترفيهية شوي كوميدية بقى وزارة الصحة اتعاملت مع فوق السادة اللي هنه التشويش واضح ومعروفين بالطريقة الكوميدية تبعون نعم وهيدا الجروب قريب من الأهل نعم يعني التوصيل المسج للأهل بس من ناحية تاني كمان تعملنا مع فنان أردني بيركز على الراب اللي هو سامر شقفي نعم اللي معروف يعني العالم بيعرفهه أستاذ سام يس وطلعنا بأغنية راب اللي الهدف طبعها توصل للطلب نفسهم اللي 12 إلى 17 ومنشكر الرؤية لأنه هلأ عم بتبين هيدا الأغنية طبعية الراب يعني زهرت صار لمدة أسبوعين عم تطلع على قناة رؤية ومنشكركم كتير لأنه جد انتو فزعين دايما متعاونين معنا دايما شركانا دايما تدعمونا بشغلنا الله يخليك وعم نجرب نوصل هيدا يعني رسائل تقليدية عن طريق التواصل الاجتماعي رسائل ترفيهية وكوميدية عن طريق التلفزيون والراديو وعننا إعلانات خارجية بتشوفها هلأ كتير إذا بتمشي على الطريق بتشوف بوسترات بتحكي على أهمية المطعوم وبرجع بأكد أنه المطعوم الجرعتين وأنه كنا عم نحكي على المدارس أهم شيء نحن دايما كأهل منحذر حالنا يروحوا على المدرسة منفكر كيف نجيب لهم الشاب حلوي وكيف نجيب لهم الكتب بس أهم شيء أنه نحميهم أنه نتأكد أنه ناخدهم يا نعطي كأهل يقدر يعطوا الموافقة بأخذ المطعوم للمدرسة أو أنه ياخدون نفسهم على مراكز المطعيم الموجودة للحصول على المطعوم نعم بسرتي أكيد بحب أسمع من حضرتك رسالة للأهالي يعني في النهاية في نهاية لقائنا رسالة للأهالي شو بتحكي لهم قديش مهم أنه الأطفال يطاعموا في هاي المرحلة والله أنا دايما رسالتي للأهل أنه ما يترددوا أنه هلأ أهم شيء عندنا نحنا أهم وسيلة عندنا أنه نحمي الأطفالنا ونحمي نفسنا هو بالمطعوم أنه ياخدوا جرعتين مطعوم وما يترددوا المطعيم الموجودة بالأردن هي مطعيم فعالة ومطعيم آمنة يعني تأكدنا أنه المطعيم الموجودة آمنة هلأ نحنا مرات العالم بيقولوا طب ليش هلأ بلشتوا بال12 ل17 بيفكر أنه هاي أول مرة عم بتصير بس في كتير بلاد بالعالم قبلنا بكتير عطو يعني هيدا المطعوم وهيدي أحسن طريقة موجودة عندنا نحنا هلأ هو المطعوم اللي بدي أكد أنا لأنه دايما بنسأل هالسؤال المطعوم ما بيحمي من الإصابة بس المطعوم بيحمي من الأضرار اللي ممكن تصير يعني التضاعف اللي ممكن يصير لما شخص يوصل ياخد الإصابة بلا المطعوم هيدا اللي عم نجرب نحنا نحمي منه إنه نحمي منه الوصول لا سمح الله المستشفيات أو الـ ICU units لا قدر الله إذا صارت في إصابة بناياها تمرق على خير وسلامة إن شاء الله وعندي رسالة تانية إنه المعلومات اللي بيحصلوا عليها يحصلوا عليها من مراكز يعني معتمدة المعلومات الموجودة على منصة وزارة الصحة الموجودة بالأردن هي معلومات موثقة ومعلومات يعني علمية وفي صفحات تانية ممكن الاعتماد عليها مثل صفحة وزارة الصحة وصفحة المركز الوطني لإدارة الأزمات عندهم معلومات وثيقة وبتطمنهم وبتساعدهم انه يرتاحوا يعني ما تضلوا خايفين هلأ يعني أنا بالنسبة لي جد يعني بشجعهم بقوة انه يروحوا ياخدوا المطعوم لأنه ما عنا غير وسيلة لنحمي حالنا ونحمي ولادنا وأنا بحلم بحلم يعني دايما بحلم بهالمرض وهالوباء يصير ورانا ما نعود نفكر فيه يعني أنا دايما بقول أول ما أصل على البيت أول سؤال بنسأل شو العدد اليوم شو عدد الحالات اللي صارت يعني إن شاء الله نسأل بعض كيف كان كل اليوم ونحكي بإشي مواضيع نحنا بتهمنا شفنا أصدقائنا اجتمعنا مع أهلينا ونترك هالوباء ورانا إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا سيد دوريس يعطيكم ألف عافية وجهود كتير كبيرة يعني يعني أكيد نشكركم عليها يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لوجودك اليوم شكرا إلك وشكرا أن عطيتني هاي الفرصة أني أجي واتقابل معكم وأحكي مع الجمهور أهلا وسهلا نشارك لنا